في مشهد مروع بطله الإرهاب الأسود استيقظت مصر الصباح الخميس على عدة انفجارات مدوية راح ضحيتها شخص على الأقل في انفجار أمام مطعم بمنطقة بابة بالجيزة بعد تعرض مكاتب شركات هواتف خلوية لثلاث تفجيرات أخرى بالعاصمة أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الساعة ستة اسمعنا صوتهم فجار فأمنا من النجر مفزعين ما شفناش أي حد قدامنا من الطرابة والعفرة والدخانة ما قدرناش نطلع من جوه لما الدنيا هديت الدنيا هديت طلعنا برا الشرق لدينا مكان المفجار فودافون 104 جامعة الدول العربية مكانكم بلا ضربة فيها ومبهدلها الدنيا ومبهدلها الفرق بتاع فودافون وحدث انفجار خامس استهدف قسم شرطة الوراق في محافظة الجيزة أصفر عن إصابة شخصين وفرضت قوات الأمن أطواقا أمنية في أماكن تلك الانفجارات وشرعت في تمشيط المناطق المحيطة بها للكشف عن وجود عبوات ناسفة أخرى وبحسب السلطات فإن الهدف من تلك العمليات الإرهابية التي ازدادت خلال هذه الفترة هو محاولة عرقالة خارطة الطريق التي أنجز منها الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وتنتهي بآخر استحقاق يبدأ في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ألا وهو الانتخابات التشريعية غير أن السلطات تقول أنها ستظل في حالة استعداد قصوى تحسبا لوقوع هجمات جديدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حمدي شجيع الشرق نيوز القاهرة